فنبدأ ناخد السائل المنوي دوت ودكتور المعمى اللي يبدأ يعمل له شوية حركات كده معملية ويدخله في جهاز انتريفيوج وبعدين يحطله سوائل معينة بتغزي هذه الحيوانات المنوية وبعدين يبدأ ينقي أجود هذه الحيوانات المنوية وأقوها وأسرعها ويحطها في سرنجة كده وبعدين يديها لدكتور النسا اللي بدوره دكتور النسا يقوم واخد هذه الحيوانات المنوية اللي موجودة داخل السائل اللي موجود في السرنجة ويعمل له إدخال داخل رحم السيدة فقط لا غير ويسيب بقية العملية تمشي طبيعيا طبقائيا يعني أنا مجرد بنق الحيوانات المنوية من المهبل بدل ما تبقى عن طريق الجماع وتبقى بتخش من المهبل اللي بعدين عنق الرحم وبعدين توصل للرحم لا أنا بوديها مباشرة إلى الرحم بالإضافة لإني بعالجها معمليا فأبدأ أزود من قدرتها الحركية وأقلل من نسبة تشوهات بإن أنا أحاول أخطار الحيوانات المنوية اللي ما فيهاش تشوهات وإن أنا أحطها في محليل بتغذيها فأبدأ أخلي الحيوانات المنوية دي جيدة وقوية وتبدأ هي الحيوانات المنوية تبدأ هذا السائل اللي أنا عملت له حق أن يدخل الرحم تبدأ يكمل خطوات بالضبط كأن ده جماع ووصلت الحيوانات المنوية لهذه المرحلة إنها دخلة بقى الرحم ودخلة في الأنابيب وتكمل الطريق زي ما شفنا في الفيديو فأنا